الإسلام يرفض هذه الثقافة ثقافة الخنوع ثقافة التبعية لا يريد الإسلام أن يكون الناس عبيدا للحكام ليس في هذا بالعكس يعني هذه ليست ثقافة الإسلام الإسلام يرفض هذه الثقافة ثقافة الخنوع ثقافة التبعية نجد القرآن ذم قوم نوح قال واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة اتبعوا أصحاب الأموال والأولاد والأصحاب الجاء ويقول عن قوم هود وتلك عاد اندحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد هو الجبار ده هو المستبد يعني القرآن يعبر عن الاستبداد بالجباروت وأحيانا نعبر عنه بالعلوم إن فرعون على في الأرض ودعا أهلها شيعة يعني إنه كان عاليا من الوحيان نعبر عنه بالطغيان الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها هذا معنى استبداد هو الانفراد بالرأي وبالحكم وإهمال الآخرين ترجمة نانسي قنقر